موسيقى صبحكم الله بالخير عزائنا المشاهدين ومستمعي إذاعة القوات المسلحة العراقية حياكم الله مع برنامج مع الناخب سأكون أنا معكم خلال هذه الفترة نبراس أبو سودا من المفوضية العلية المستقلة للانتخابات برنامج مع الناخب يخرجه المخرج ياسر جبار محسن موسيقى 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 كونوا معنا في إذاعة القوات المسلحة على التردد 98 أف أم وعلى الأرقام المجانية على جميع الشبكات مع الرقم 176 ننتظر اتصالاتكم ونبدأ معكم على بركة الله من الخبر العاجل الذي نشر هذا اليوم عن توجيه رئيس الوزراء بضمان حريات تصويت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الكافة يوم الاقتراع حقيقة هذا يعتبر شكل آخر من أشكال الدعم للعملية الانتخابية التي عودنا عليها السيد رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني وهذا هو الدفع لأن تكون العملية حرة ونزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية أيضا نوجه شكرنا إلى وزارة الداخلية والدفاع وأيضا كافة صنوف الأجهزة الأمنية للدعم الإعلامي الذي تقوم به لمساندة المفوضية من خلال توجيه منتسبيها طبعا إعلاميا وعن طريق القنوات الإعلامية التابعة لها والصفحات التواصل الاجتماعي لدفع وتشجيع منتسبيها للمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة يوم التصويت الخاص جهد يشكرون عليه حقيقة وهذا يعتبر مساندة لعمل المفوضية وهو تمثيل صحيح لدورهم المشترك في دفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام المترجم للقناة اليوم نريد نتحيز للقوات الأمنية باعتبار أنه يوم التصويت الخاص هو الأقرب في العمليتين الانتخابيتين هي عملية انتخابية واحدة في الحقيقة ولكن يومي الاقتراع كلنا أصبحنا نعرف أنه العملية الاقتراع في العراق تنقسم على يومين يوم للتصويت الخاص ويوم للتصويت العام فإحنا اليوم حابين نعطي معلومات للقوات المسلحة عن أعداد المحطات الاقتراع وأيضا مراكز الاقتراع التي تابعة لها في كل محافظة مبدئيا نعطي نبذة موجزة عن معلومات الانتخابات بصورة عامة هذه الانتخابات التي ستكون في 15 محافظة هي غير منتظمة في إقليم يعني كل محافظات العراق عدا إقليم كردستان عدد الناخبين سيكون بها أكثر من 15 مليون طبعا هم مجموعة من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات هم نحو لـ 23 مليون لكن بما أن القانون حدد أنه الناخب هو من يمتلك بطاقة بايومترية ومن يعني صدرت له بطاقة بايومترية إذن ما أقدر أقول كل 23 مليون رح يكونون ناخبين رح أقول كل اللي صدرت له بطاقة بايومترية واستلمها وهي بحوزته يوم الانتخابات رح يكون ناخب بناء على ذلك فإنه عدد الناخبين للتصويت العام بصورة عامة رح يكونون 15 مليون و108 و135 ناخب يحق لهم التصويت يوم الأقتر هذا بالنسبة للتصويت العام بالنسبة للتصويت الخاص هم أكثر من مليون من منتسبي التشكيلات وزارة الدفاع والداخلية والقوات الأمنية ومنتسبي الحشد الحشد الشعبي وكافة المؤسسات الأمنية التي أعطت بيانات ناخبيها اللي ينتسبون إلى هذه الدوائر التي تعتبر دار طابع أمني فرح يكون انتخابهم يوم 16-12 2023 المقبل الذي هو الأقرب يعني يمكن إحنا ما يفصلنا أكثر من أسبوعين عن هذا اليوم عدد مراكز الاقتراع اللي تابعة لهذه الفئة وأنا أقصد طبعا التصويت الخاص التصويت الخاص اللي هو للقوات الأمنية وأيضا للنازحين إحنا رح نتكلم اليوم عن القوات الأمنية إلها 565 مركز اقتراع مركز الاقتراع رح يضم 2367 محطة هذه المراكز وهذه المحطات سوف تكون منتشرة في 15 محافظة كيف حددت؟ حددت بناء على مكان عملهم يعني موظف اللي عمل عسكري أو يعني القوات العسكرية والأمنية اللي هي موظف مدني طبعا نحن نقصد أكو فرق الموظف المدني هو يقترع يوم التصويت العام إحنا هنا نقصد الموظف العسكري اللي يكون فيه وحدة عسكرية رح يكون مكان اقتراع في الوحدة العسكرية اللي يتابع إلها على هذا الأساس تم تحديد هذه المراكز وهذه المحطات في بغداد رح يكون مية وستة واربعين مركز اقتراع للعسكريين عدد المحطات اللي رح يصوتون بها هي سبعمية وتسعة طبعا هذا نقصد إحنا جانبي الكرخ والرصافة لهذه الصنوف صنف الناخبين للتصويت الخاص اللي لا زال لم يستلم بطاقة البايومترية أو ما يستدل أنه منين ياخذها البطاقة البايومترية هذه بعد ما تسترجع للمفوضية تودع في مركز التسجيل التابع له الناخب ضمن الرقعة الجغرافية لمحل السكن يعني المنتسب أينما يكون محل سكنة هناك مركز اقتراع عفوا مركز تسجيل تابع للمفوضية يراجع يلقى بطاقة الناخب الخاصة بمودعة في هذا المكان فبالتالي يستلمها من هذا المكان لكن أين يقترع يقترع في الوحدة العسكرية التي المركز المخصص للوحدة العسكرية اللي ينتمي إلها بالتالي وعلى هذا الأساس أنه هناك 146 مركز اقتراع هذا يمثل نقاط لتصويت الوحدات العسكرية ويحوي على 709 محبة اقتراع في جانبي الكرخ والرصافة طبعا هذه راح تكون مغطاة بكاميرات يوم الاقتراع ضمانا لحرية التصويت الناخب سواء كان من التصويت العام أو الخاص هو له حرية التصويت الكامل ومن حق أن يحافظ على سرية هذا التصويت وهذا القرار هذا حق بموجب الدستور لذلك حتى من المفوضية وضعت الكاميرات راعت أن تكون في زاوية هي مؤمنة لمحطة الاقتراع ولكن بما يضمن حرية الناخب يعني ما ممكن الكاميرا تلتقط اختيار الناخب ولمن صوت محافظة نينوى عدد محطات الاقتراع للتصويت العام 3993 عفوا مركز اقتراع وتسعة واربعين لا عفوا عفوا أعتذر عن هذا الغلط هناك تسعة واربعين مركز للتصويت الخاص وأكو ميتين واربع وثلاثين محطة للتصويت الخاص أيضا البصرة مراكز الاقتراع التابعة لها 28 مركز اقتراع يخص العسكريين وصنوف القوات المسلحة وأيضا هناك 124 محطة اقتراع في باب باب مركز اقتراع و78 محطة اقتراع طبعا هذه المراكز تضم محطات بالمناسبة لا يفوتنا أنه أيضا نلفت انتباه السادة المشاهدين والمستمعين أنه المحطات مقسمة حسب الحروف الأبجدية يعني المركز يحتوي على مجموعة محطات اللي اسمه من الالف إلى مثلا الباء أو تاء حسب الحروف الأبجدية مجموعة معينة من الحروف راح يلقون اسماءهم في نفس المحطة وهذا ينسحب على جميع المحطات التوزيع بحسب الحروف الأبجدية في بقار 21 مركز اقتراع ومقسم إلى 75 محطة 44 مركز اقتراع في ديالا ويبوم 143 محطة أيضا في كاركوك 135 مركز اقتراع يبوم 2033 محطة 54 مركز اقتراع في الأنبار يضم 243 محطة 44 مركز اقتراع في صلاح الدين يضم 162 محطة 18 مركز اقتراع في النجف يضم 64 محطة واسط 12 مركز اقتراع يضم 50 محطة 14 مركز اقتراع في القادسية يضم 42 محطة كربلا 14 مركز اقتراع يضم 68 محطة 28 محطة في نيسان وتضم عفوا مركز اقتراع في ميسان يضم 124 محطة وأخيرا المثنى 10 مراكز اقتراع تضم 40 محطة فاصل ونرجع نكمل كلامنا المحطات ومراكز الاقتراع الموجودة في كل محافظة من المحافظات المشمولة بالانتخابات هذه مخصصة فقط للتصويت الخاص للناخبين من ذوي التصويت الخاص اكو اتصال نعم قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا يا مرحبا بسهلا معك اللي اتصالت قبل فترة من الموصل اهلا بك اهلا مستاذ بسهلا انا حقيقة انتظرت اتصالك لكن ما اعرضت الزيت على الواتساب بصراحة ما اتصالت قلت جوز مشغولة وهاي اذا ما حقرت اتصالك ما انتبهت بصراحة لكن اذا انت حضرتك داز شي على الواتساب يا ري تتأكد مرة ثانية لاني اتذكر قضيتك وحبيت اوصلها للقسم المالي لانه هم المعنيين بهذا الموضوع ولكن بصراحة يعني ما شفتك تواصلت فبعد ما ما عرفت شلون اشرح القضية نعم لا لا موضوع بكيتها هتا بنفس اليوم بعتم المعلومات كاملة على الواتساب ما رجل اتصالك جزء تمام لا 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 مو مشكلة هو افضل بالحقيقة انه تبعث واتساب لانه احنا مرات شوية في زحمة الاتصالات احنا العاملين بمجال الاعلام يعني عدنا زخم اتصال فابعث واتساب حتى اميز رقم تليفونك واني ان شاء الله قبل كان عندنا لقاء همين يعني احنا اللي ما اخذنا مصررين الصراحة مصررين انه عدم المشاركة بالانتخابات الجاية وقبلها ايضا ما شاركو منو مصررين عفوا بس هم ما زال اللي يعجهم حقوق موظفي الاقتراع 2014 يعني نقول نحن حقنا يعني نروح نخو حتى يعني هو ما يريدي يشارك كموظف لو كان أخب بس أحب أعرف لا ما ينتخب أصلا حتى موظف ما يخدم الاثنين يعني ما راح يسو يعني يعني عداد 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 أنا أفهم أنت يعني بالموصل بنينو ونينو أعطت ضحايا ونينو قلت عليها حقبة مظلمة بصراحة يعني هذا ما يختلف علي اثنين لكن أنا أريد أنا أقشك أنت حضرتك يعني من تقاطع الانتخابات بسبب أن أنت حتى بتقولهم يعني قلت لهم هيا ما هسارة يعني هيا العطب الموجودين يمنا نوابنا يعني مع الأسف يعني رفنا عليهم يعني أخر كان عدني نائبة رحت عليها بالعبارة قالت لي قالت لي انسى الفلوس الفلوس مباقت يعني هاي نائبة يعني زيان كنت رذيان إنت مو نائبة الثماثين الشعب طالبي بحقوقنا فخالي يتدخل النزايا إذا فعلا أن الموضوع يعني مثل ما يقولون أنه راحة انسحبة على الأمانة وأنه راحة انصفت راحة الغيب شوف يعني أنا ما المسألة أنه فلوس وتنباق وهي حقوق موظفين الدولة موسائبة أكو حساب وكتاب وهذا الموضوع يعني إذا شفنا مثال أو مثالين ترى هو ماينجر على الجميع نعم هذا يعني هي بوقت انسحبتها المالية يعني إحنا تواصلنا بسوش أو المتوضية اللي يمنع اللي بالموصل ما خلعنا بوقيتها شخصي وجودها الفلوس بتركوه بس منعنا أنه نقلع روح نجيبها وكان عندنا مصارف إحنا موما كان عندنا عدنا كان بالحمدانية ببطل لهالمناطق يعني كانت أمينة أيضا يعني بس ما خلونا هم خلونا واخر شي بعد أربعة سنوات أو خمسة رجعت كأمانات يعني غير الأمانات أنه بعدها أنه جيد التفاهم يعني التفاهم وبعدين أنه يرزعون يسترجوها شو إحنا راح ولا التدخل القانون هتا النزاها دخلنا بها وأيضا راح وما ردوا أن الخبر أستاذ عشت إيدك أنا فهمت الفكرة أنت حضرتك هس مقدر أنه المفوضية في حينها حاولت أنه تعطي حقوق وهي مكافآت لموظفي الاقتراع ولكن الظرف الأمني حال دونها وحاولت ترسلها إلى مصارف أخرى أو منافذ أخرى للتوزيع لكن الموضوع شوية أربكة الموضوع الأمني يعني هي مميوجة ولاشي هذا شيء يتعلق بالمالية ونحن لا نستطيع نحكي به لأنه وابط على الهوى هذا نحاول أنه نوصلك للدائرة المختصة ونشوف شنو اللي ممكن يصير ولكن بالعموم أنت حضرتك قلت فد ملاحظة أنه ما يشاركون لأنه ما أخذوا هم مش متوقعين إذا ما شاركوا لأن أكو جهة خلي نسلم يعني أنه أكو عدم انضباط أنه أكو مسألة فالتة أنه أكو جهة مدى تشتغل يعني هل مقاطعة الانتخابات رح يعدل الوضع لا أبد معناها إحنا نقول إذا إحنا شايفين أكو حرامي وإذا شايفين أكو أعوج وإذا شايفين أكو فاسد سأقول يا فاسد أبقى فاسد ويا أعوج أبقى أعوج وهذه الساحة إلك وإنت برحتك لا بالعكس إحنا أصواتنا نقدر نقدر نعاقب بيها ونقدر نثيب بيها وهاي شلون يعني هذا هذا أصلا هذه المساومات يعني هذا أصلا هذي المساومات لو المفروض يفترض لكن للأسف لا زالت أكو أزمة ثقة نعمل على أن تعزز الثقة صدقني يا أخي لو أكو ناس تتصدى لهذا الموضوع وتشتكي لدى الجهة المختصة في المفوضية لأن هذه المساومة هي نوع من أنواع الإبتزاز وهذا ممنوع وأنا أيضا أتمنى أنه خاصة بالموصل يعني أنت أشوف هيصير شغلات كلها مخالفة للقانون بل حكم القوي نقول الضيف يعني قاموا يفترون على بيوت تعال والله نحن نطلل لك الرعاية قاموا يفترون حتى الراتب الرعاية تكون الرعاية وتوققت يعني أن يوعدون العالم ومن عدها بطائق حيأخذون الأصوية يفترون مستمتكات يعني لا قانون لا محاسبة لهم يعني عيني عينك يعني موجودة وقاموا ما كوشي اسمها ما كوشي سنتمنى حضرت كنت قلت مسألة جدا خطرة مسألة بيع البطاقات أولا هي مسألة غير مجدية يعني هذا اللي يشتري البطاقات يعني عذرا من هذا التعبير ولكنه ضرب من ضروب الغباء لأنه هو راح يسوي بها البطاقة وقلناها مرارا وتكرارا البطاقة لا تستخدم إلا من قبل صاحبها ليش بسبب البطاقة بسبب البصمة الثلاثية حضرت كبار اقتراع جيد حتى مسألة التخطي هذه لا تتعدى الخمسة بالمئة يعني المخطة ولازم يكون مسجل لدى المفوضية أنه هذا معاق وعند بصمة أو مريض نعم أتمنى أنه يفتحوننا مركز تسجيل بالمنطقة يعني منطقة أكبر منطقة بالموصل المركز تسجيل مع بيها لازم أروح على حي الوحدة تقريبا بس على المنطقة يعني الضمي يمكن خمسة أو ستة هذا الإجراء حضراتكم متأخرين بي لكن أنتو لا ضير إحنا يعني المفوضية لما تنهي انتخابات معينة تشرع بعد ذلك للتحضير للانتخابات التي تليها فاستقبلت وأني يعني الكلام إلك وللجميع اللي ما يعرف الإجراء لما يكون أنت عندك مركز اقتراع بعيد أو غير صالح المفروض أكو طلب يقدم إلى المفوضية بأنه يستحدث أو ينشق مركز الاقتراع يعني مركز الاقتراع هذا إما يستحدث مركز جديد أقرب أو يشتق إلى مركز حتى هو ينفتح قسمي يعني أيضا نريد قسمي حتى إذا ما لا لا أسف من هو اللي بلق هذا الموضوع المركز الموجود يمنى المركز مو هو اللي يبت في الموضوع أستاذ هذا طلب يقدم إلى المفوضية بموجب كتاب رسمي المفوضية تفتح تحديث تجريبي في منطقة المراد فتح بها مركز جديد فإذا وصل أكثر من يعني وصل العدد حتى أقل من 450 في المناطق النائية هي المفروض المحطة لا تتعرض أكثر بالألاف في المنطقة ما متنا ألاف ما فيها المريضة أنا جايتك بالحديث فلما أنا عندي أكثر من 100 ولحد 450 أفتح لمركز واحد إذا أكثر من 450 رح أفتح لمركزيا إذا منطقة نائية كل شو عسى ما بيها 50 ناخب أفتح لمركز لأنه هذه نائية لكن هذا بناء على طلب من المنطقة يقدم إلى المفوضية ونفتح فترة التحديث هذا الكلام هو صار خلص انتهى ولكن للتوضيح لأنه هذه مسألة قبل الانتخابات تقريبا بأربعة الشهر فترة تحديث سجل الناخبين فلما يثبت فعلا أنه هذه المنطقة محتاجة إلى مراكز تسجيل المفوضية تفتح مراكز تسجيل وتستحدث أو تشطر بعض المراكز الموجودة هذه مسألة مسألة الحقوق مالتك حضرتك نحن ننتظر أنه تتواصل وياها شخصيا حتى نشوف شكرا بعد البرنامج تمام أنا أنتظر أنا أنتظر منك وتتدلل تتدلل أستاذ يا هل أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا ماكو تمام أريد نتكلم أتصال لوتس تمام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا يا مرحبا أهلا بك يا أستاذ يا مرحبا يا هل يا هل شهر السادس هذا الفات نعم ربت كان عندي باسمي غلط بالبطاقة النغربية حديثة طبعا تمام وجهت شهر الداعش تقريبا أستلمها هم نفس الغلط من اللي أسوي اللي تسوي أنت ما تستلم هذه البطاقة وتعترض في المركز أكو استمارة خاصة حتى تثبت أنه حضرتك اسمك تكرر الغلط بمرتين وطبعا نحن نشوف هذا الموضوع لأنه ليش نفس الغلط أستاذ له غلط جديد لا أستاذ مني من كان غلط جاسم هل سمير رجعت لهم هم أخذوا مني بصماتي وأخذوا مني معلومات معلومات وكذا ورجعت لهم شهر داعش قال نفس الغلط رجع وقال له لأروح للبيت بس اسمحي كل الاسم غلط اسم آخر يعني اسم الأب زينو وانت حضرتك شنو اسمك عفوا هشام جبر حمود انت هشام جبر حمود وانت مسمى باسم جاسم اي اي وبقى هذا الغلط قائم وبقى ورجعوا لي نفسي الهوية ما أعطاني شي جديد كذا بدك دواب الحاسبة رجعت نفسه هذا الموضوع لازم نشوفه لأنه ما يصير انت بيوم الاقتراع تنتخب بطاقة الناخب وبهوية أخرى فإذا كان الاسم ين مختلفين يعني هناك خلل خلل تمام طبعا صوتي يرجع لي بس إذا ممكن نتنصي اي نعم نتنصي أستاذ هذا راح نشوف لك الموضوع أكو بالقانون بالإجراءات إذا الاسم الأول بخطأ ممكن يعني يعامل يعني يتعامل ويا الموضوع لكن إذا الاسم الثاني أيضا خطأ اسم الشخص الأول لا بسي أول والمركز يقول بخطأ خمسة وثلاثين راح تراجع بي وما نفسهم تمام تمام نشوف لك المسألة لكن بالعموم أنت حضرتك راح تصدر لك بطاقة جديدة مدام نفس الخطأ قائم فهذه البطاقة لا تعتبر سالحة ويسوو لك بطاقة ثانية إن شاء الله وتستلمها من تبدي المفوضية تطبع الوجبة جديدة إن شاء الله المركز نفسه بخطأ خمسة وثلاثين على مدقون على التصحيح أنت حضرتك استلمت البطاقة أنت تقدر ما تستلمها قم ما رجعوها نفسها يعني هو اللي كانت عندي بها خطأ بطاقة الناغر رجعوها نفسها قالوا عندك خطأ يعني نفس الخطأ أنت صلحت هذا خطأ هذا خطأ يتحمل الموظف أنت ما تتحمله هذا الخطأ يتحمل الموظف إذا أنت مصلح واللي المرة الثانية إجاك أخذوا مني عشر بصمات وأخذوا الجنسية وأخذوا وثمية حضرتك ممسؤول عن هذا الخطأ هذا خطأ موظف وهو طبعا الخطأ وارد والسهو وارد ولكن من حقك أن تصدر لك بطاقة أخرى وهذه البطاقة هي دعم الطابق اسمك ما تقدر تستخدمها حضرتك تتسلمها للمركز وموجب استمارة أكو استمارة معينة يعطوك إياها ويقولوا لك أنه أكو خلل خلل تمام أو أقول لي شفحي الخلل لا لازم تشتكي لازم تاخذ استمارة وترجع البطاقة البطاقة هذه بها خلل لازم ترجعها إن شاء الله أهلا وسهلا الله يحب الحملة الإعلامية الحملة الإعلامية وحصاد الحملة الإعلامية تعرفون حضراتكم أي حملة الإعلامية لازم يكون بها خروقات أحد المتصلين قال أنه تصير أمور وخروقات واستخدام مع العام واستخدام مع الدولة وأكوعود يا مستمعين الكرام نتمنى من حضراتكم اللي يرصد أي مخالفة يقدم شكوى يعني نتمنى أنه تبنى الثقة بين المفوضية والمواطن للدرجة اللي يحس أنه هو فيه أمان لما يقدم شكوى صدقوني أكو أقسام مختصة بالمفوضية تعمل مع هذا النوع من الشكوى وبالفعل تم تغريم أحد المرشحين ثلاث ملايين كونه اخترق الحملة الإعلامية وأيضا غرمت مرشحة أخرى لكونها استغلت سيارات الدولة ولا زالت الشكاوى ترد إلى المفوضية ولا زالت المفوضية تتخذ إجراءات وحضراتكم تقدرون تدخلون على ويبسايد الخاص بالمفوضية تقرؤون قرارات مجلس المفوضين راح تلبون الأشخاص وأسماءهم المغرمين ونوع المخالفة اللي اقترفوها فماكو مخالفة مر مرور الكرام أما هذه بالنسبة للشكاوى أما اللي ترصدها المفوضية عبر قنواتها المنتشرة في عموم العراق فهناك أكثر من 570 مخالفة تم رصدها وتم التعامل معها طبعا أزيل أكثر من 350 مخالفة من هذه المخالفات اللي احنا دعنا نتكلم عنها عن طريق تبليغ المرشحين وإزالتها من المواقع اللي هي هذه تقريبا تكون المخالفات تخص أماكن ممنوع بموجب قرارات أمانة بغداد والدوائر التابعة إلها بالمحافظات ممنوعا تضع وتمارس الدعاية الانتخابية في هذه المكانات فبالتالي المفوضية تتعامل مع الموضوع ومن لم يزلها تزال على نفقته الخاصة وأيضا يغرم من قبل المفوضية فموضوع المخالفات هذا تعمل عليه المفوضية وما ممكن أن تترك الأمور كيفما اتفق هذا ما كفانا اليوم وقت الحلقة انتهى نتمنى الموضوع نتمنى الوقت يكون أطول ولكن مشكورة يعني الجهة التي تساعدنا على إتاحة هذا الوقت والفرصة للقاء بكم نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر